لم أعرف في التاريخ على حد قراءتي وعلى حد معرفة المحدودة في هذا الموضوع أن قائدا لحركة جهادية مسلحة في التاريخ كان مقعدا دائما قادة الحركات الإسلامية المسلحة الجهادية أو المقاومة في أي ملة وفي أي دين على صهوة جواده وحوله رجاله أو يتحرك بمدرعة يعني هو قائد يتحرك ببدنه بين جنوده أما قائدا مقعدا على كرسي متحرك لا يتحرك فيه شيء إلا لسانه ورأسه وله عين لا يرى بها وأذن لا يسمع بها فهذه من معجزات الله في خلقه